اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي بسدق وبسق النهاردة نروح قدوس يدينا نور وفهم الكلمته من خلال هذا الموضوع وكمان حياة نسلك فيها كل يوم مع الرب الى يوم مجيئه موضوع حلقتنا النهاردة عن الاله الامين الحافظ العهد لمحبيه وحافظي وصياء في بداية الحلقة قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا احب ارحب بيضيف حلقتنا النهاردة وهو غني عن التعريف ورب بيبركه بيستخدمه في كل مكان جناب الأسيس جورج عزمي راعي الكنيسة الإنجلية بمدينة ناصر القاهرة اهلا بيك حضرت الله اهلا بيك يا منال واهلا بكل المشاهدين رب دنوات المبارك شكرا للتقديم شكرا لك انا مبسوطة جدا نكون معاك النهاردة وكنيسة مدينة ناصر غالية علينا جدا نشكر الله وربي باركك وبرك كل شعب في كل مكان موضوع العهد ده من الموضوعات الهمة في حياتنا جدا وفي علاقتنا مع الله ان احنا لازم نكون فاهمين احنا فين من الرب او انا فين في المسيح انا فين من العهد اللي قدمه لي الرب يسوع على الصليب بموته وقيمته وداني عهد ابدي اعيشه مضمون في شخص يسوع المسيح لكن العهد ده ابتدى من القديم ابتدى من بداية الخليقة من خلق ادم يقول الكتاب ان الرب خلق الانسان على صورته ومثاله ودخل الرب في عهد مع ادم واعطاه الارض ليملكها ويعملها ويحروسها ويكون امين عليها وكمان انه دخل معاه فانه العهد ده يكون عهد ابدي لكن بالخطية وكسر هذا العهد ونقضى هذا العهد من جانب ادم لكن لم ينقض من جانب الله لانه اله امين لا ينكث عهده ابدا ونشوف انه العهد ده اللي نكث في ادم لكن الرب دايما كان امين على العهد حتى بعد كده مع نسل ادم في العهد القديم نشوف من في كل الانبياء مع كل انبياء العهد القديم ومع شعب الله في العهد القديم ان الله لم ينكس عهده ابدا لكن الله كان دايما صهران على كلمته ليجريها بالرغم من كسر الشعب للعهد وكسر وصايا الرب وتعديه وعبته لالاها اخرى وحيادانه الكامل وزناه عن الرب زي ما الكتاب وصف بعض الشعب عن الرب وعبته لالاها اخرى انه هو كزنا عن الرب لكن الرب دايما كان يوجد الحل ودايما عدل الله كان قائم وظاهر لان الله امين في عهده لكن كمان هو كل القداسة فكان عادل في تتميم عهده دوت لكن كنا بنشوف دايما الشعب كان ينكس وينقض هذا العهد عايزين اعرف النهار ده ونتعلم من كلمة الله ايه هو العهد وازاي ظهر لنا عهد الله ده مع ادم ومع نسل ادم في العهد القديم لغاية لما جينا للمسيح اللي صار اضامنا العهد افضل شكرا جدا على الموضوع يا منال انا الموضوع العهد ده واحد من احب الموضوعات الى قلبي ولما بعتلي ان احنا نتكلم في موضوع العهد انا فرحت لان ده حاجة بتشجعني وبتعزيني لانه العهد هي كلمة بتربط الكتاب المؤدس كله هي قصة محبة الله للانسان من بدء الخليقة الى ان يأتي ثانية فقصة علاقة الله بالانسان هي علاقة عهد واحنا بالذات في الايام دي الايام اللي مفيش امانة في العلاقات مفيش امانة في الكلمات كل حاجة متغيرة اللي بالليل النهاردة بيتغير بكرة ناس مجروحة من ناس قريبين منهم في علاقات زوجية علاقات ابناء علاقات اباء صداقات التفقيات دولية عالم مقلوب من كل حتة ما تعرفش تمسك حد من كلمته وعشان كده واحنا بيتكلم عن العهد ده واحدة من الحاجات اللي مفرحاني ان احنا في اوقات محدش قد كلمته ولا حد امين في كلمته لكن رب امين في كلامه رب امين في عهده رب امين في وعده وحتى اذا احنا كمؤمنين كمان في مرات بنكون مش امنا في عهدنا لكن رب امين في وعده امين في عهده وحد من خدام الحلوين كده قال زمان ان الله مش ملزم يقيم كلامي انا لكن ملزم يقيم كلامه هو فكلمة الله لا تسقط لا تسقط كلمة الله وعهد الرب لا يسقط عهد الله هو بالزبط هو شخصية الله عشان كده انا فرحان ومتعزي ومتشجع ان احنا نمشي في رحلة كلمة العهد دي لانها قصة جميلة كلمة عهد جات في كلمة الله بمشتقاتها 286 مرة في العهد القديم والعهد الجديد عهد وتعهد وكل الكلمة دي مشتقاتها 286 مرة في كلمة الله وكلمة العهد كلمة جميلة وكانت مترجمة ب3 كلمات يعبروا لنا عن كلمة العهد يعني ايه عهد يعني الكلمة العبرية بتاعت عهد دي جاي من كلمة بريت اللي هي معناها اتفاق اتنين بيتفقوا مع بعض أو ترتيب في ترتيب في اتفاق مع بعض والكلمة دي مأخوذة من كلمة برا اللي هي أكلوا خبزا فدي أول معنى الكلمة في العبري بتاعت عهد فهي معناها ترتيب والتفاق وجاية بعد كانوا بيعملوا اي عهد اي ترتيب اي اتفاق كانوا يكلوا مع بعض حتى احنا النهاردة في اللغة بتاعتنا وكلامنا في مصر يقولك احنا واكلين عيش مع بعض عيش وملح مع بعض وفي الكلمة هنشوف كده وحبن نكلم عن عهد الملح ده فكانوا يعملوا اتفاق الطرفين ويكلوا مع بعض نوع من الشركة نوع من الاتفاق نوع من الوحدة ان احنا بقينا حاجة واحدة فاللي انت كلت منه انا كلت منه فبقين في حاجة في نحن الاتنين حاجة واحدة فده كلمة عهد كلمة عهد كمان جاية من كلمة اكادية كانت موجودة في الوقت لما كلمة الآن كتبت جاية بمعنى قيد بمعنى اتنين اتقيدوا مع بعض بكلمة باتفاق ارتبطوا مع بعض وكأن الرب بيقول انا بربط نفسي بالشعب انا بربط نفسي بالانسان قضية الانسان هي قضيتي خلاص الانسان هو القضية بتاعته الكلمة التالتة جاية برضو في العهد الجديد بمعنى وصية او اتفاق فده معنى كلمة عهد اتفاق احنا مربطين ببعض اكل خبزا معا وصية فده كل المعاني بتاعت اتنين في حالة ارتباط ووحدة ومصير مشترك مع بعض وحالة شركة مع بعض فالرب ربط نفسه بالانسان من بداية الخليقة زي ما قلت من ساعة ادم العهد الاول اللي قطعوا على نفسه مع ادم انه نسل المرأة يسحق رأس الحي فالله خد عهد على نفسه انه يأتي في يوم من الايام نسل المرأة يسحق رأس الحي يسحق ابليس يسحق الشر اللي يعيد مرة تانية العلاقة مع الله والشركة مع الله ادم ترد من الجنة ومشاريع الله لا تفشل وكلمة الله لا تسقط لازم مرة تانية ادم يرجع الجنة العلاقة لاتكسرت لازم مرة تانية تترد بس لانه اله مش فوضوي ويحترم قوانينه الاخلاقية هو الكلمة والكلمة تمت لكن خد على عاطقه دخل في عهد انه ادم يرجع مرة تانية للجنة بس ده عايز دفع تمن عايز ييجي نسل المرأة يسحق رأس الحية وتمشي القصة الكتابية في عهود كتابية بعد العهد مع ادم شفنا بعد كده تكوين ستة العهد مع نوح ده تاني مرة يظهر كلمة العهد والعهد اللي كان مع نوح انه الله لن يهلك الارض مرة تانية وطبعا النوح ده قصة مهمة في فكرة العهد فالله خد على عاطقه انه الانسان شرير وتصورات قلبه انما هي كل يوم شريرة ويستحق الاقاب ويستحق الهلاك لكنه صنع له فلكا وطبعا نسل المرأة الفلك وشخص المسيح ففي العهد اللي الله جدده مع نوح انه لن يهلك الارض مرة تانية علامة العهد كانت قص قزح للأسف النهاردة اتاخذ مننا للأسف النهاردة طبعا القص اللي معند يعني في العالم النهاردة في خطيط المثلية الجنسية اللي عايز من العالم عايز يصدرها كأنها حاجة طبيعية ستة ألوان مش سبع ألوان وكأنه الحاجة اللي فيها معنى العهد معنى الله لن يهلك الانسان انه بيحب الانسان ازا يتخطف واتاخد من عدو الخير اللي من تكوين تلاتة ظهر في الصورة ومكمل لغاية رؤية على فكرة في نهاية القصة الى ان يمسك ويطرح في الجحيم الابدي فنلاقي بعد كده نوح ممكن توقفيني في أي وقت أو تسألي عشان نوح بعد نوح نشوف العهد مع إبراهيم العهد مع إبراهيم وده كان في تكوين 12 العهد كان مع إبراهيم كان فيه بنود محددة النسل الأرض البركة فالرب قال لإبراهيم الكلام ده وبيطلع مرة تانية فكرة اللي احنا شفناه وسمعناه في تكوين تلاتة نسل للمرأة ييجي مع إبراهيم يقوله في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض نسلك مش الأنسال لانه غلطية بتكلم عن الآية دي تحديدا في نسلك هنا بتكلم عن مين خدوا بالك ان فكرة صاحب العهد وضامد العهد واللي دفع تمن العهد شخص المسيح زهر عندنا من تكوين ماشيين في قصة نوح في الفولك ماشيين في إبراهيم في نسلك اللي هو شخص المسيح وبعد إبراهيم وإبراهيم عندنا قصة مهمة في العهد ما عرفش عندنا وقت نحكيها ولا لأ لازم نروح لتكوين 15 تكوين 15 حاجة مهمة قوي في العهد طبعا بعد معدى وقت ورب إدى العهد والوعد لإبراهيم وحس إبراهيم إنه فينك يا رب إيه الحكاية أنت أخرت علي ولا إيه أنت نسيت كلامك ونسيت عهدك ونعايز أشجع أي حد رب إداله عهد أو وعد وحس إن رب نسيه رب لا ينسى وعده وهو يقيم كلامه لكن رب عنده توقيتات فلما نروح في تكوين 15 تجديد العهد مع إبراهيم هناخد مثلا من عدد من عدد سبعة سبعة تكوين 15 من عدد سبعة وقال له رب يكلم إبراهيم كان لسه اسمه إبراهيم في الوقت ده أنا الرب الذي اخرجك من أرور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها فقال له أيها سيد الرب ماذا أعلم أني أرثها فقال له خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمامة أخذ كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه أما الطير فلم يشقه فنزلت الجوارح على الجثث وكان أبرام يزجرها ولما صارت الشمس إلى المغيب مهم الكلام الجيدة وقع الأبرام سبات وإذ رعبة مظلمة عظيمة وقعة عليه فقال الأبرام أعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم أربعمائة سنة ثم الأمة التي يستعبدون يستعبدون لها أنا أدينها وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة وأما أنت فتمضي إلى أبائك بسلام وتدفن بشيء بصلاحة يعني أنت مش تشوف يا أبرام الكلام ده وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هنا لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا ثم غابت الشمس فصارت العتمة وإذ تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض إيه اللي حصل هنا؟ إن الرب كان بيأكد العهد مع إبرام واللي الرب عمله مع إبرام كان بيحصل في الوقت ده بالزبط بنفس الطريقة إنه أي تنين يخش في عهد كان بيحصل اللي حصل ده بالزبط فمثلا كان لازم بعد ما يخلصوا اتفاق العهد يجيبوا زبيحة وشقوها نصين طبعا نصين كده بالطول مش بالعرض ويرصوا الزبيحة من هنا نصها من ناحية دي ونصها من ناحية التانية وممر في النص وأطراف العهد الاتنين يتقفوا مع بعض على العهد بكل شروطه وبكل بنوده بكل التزام كل واحد وكمان جزء من العهد العقاب اللي يقع على كل واحد لو هو أخلي بالعهد فكانوا يمشوا بين الزبيحة ويقروا بنود العهد مع بعض ويقولوا أنه أي حد فينا ينكس عهده يحصل فيه زي ما حصل في الزبيحة دي أنه يشقه وكمان أو يباك أنه بيحكم عليه بالموت فيقولوا الكلام ده وبعد ما يخلصوا يعد هما الاتنين من الزبيحة يقعدوا يأكلوا مع بعض وده كان شكل إتمام العهود في هذا الوقت فالرب أبرام الرب عامل كده مع أبرام فبيقوله شاف اللي بيحصل مع الشعوب اللي حواليك بين الملوك أو بين واحد كبير وصغير أنا هعمل معاك كده بس اللي حصل أنه أبرام رتب الزبيحة ووقع عليه ثبات نام أبرام ومين اللي عدى اللي عدى حسب المشهد هنا تنور نار مشتعل واللي عدى هو مصباح نار يجوز بين القطع طبعا مين هو ده؟ مين التنور النار والمصباح اللي عدى؟ الرب شخصية عدى بينهم وده بيفكرنا بالزبط بمسيرة الشعب في البرية لو ناخد بالنا من القصة الكتابية هو عمود النار وعمود السحاب ليه أبرام نام أو أوقع عليه رب السبات كان رب بيقول يا أبرام العهد ده أنت مش قده لأن العهد ده مرتبط بمين؟ بالمسيح بالمخلص بالنسل اللي تتمرك فيه جميع قبال الأرض عشان كده أنت مش طرف في هذا العهد أنا هعدي الوحدي وهاخد أنا شروط هذا العهد فأبرام وقع عليه سبات وكان رب بيقول ده العهد بتاعي وأنا اللي هتممه تنور النار ده اللي عدى في رأي الشخصي إن الله أتم عهده في الصليب الصليب كانت نور النار نار لعدل الإله اللي المسيح اكتاز فيه عشان يأتي بالخلاص لنا إحنا مش طرف في هذا العهد إحنا ما نقدرش نجيب خلاص لنفسنا عشان كده ده اللي حصل مع أبرام فإحنا عندنا دلوقت آدم عندنا نوح عندنا أبرام أو إبراهيم كلها كانت رموز لعمل المسيح في العهد بالزبط الرب عايز يعمله الخلاص الإنساني نفس القصة الكتابية العهد اللي بعد كده العهد مع موسى هو عهد واحد بس دول اسمهم رأس العهد يعني في كل فترة دول اسمهم رؤوس العهد يعني آدم كان رأس عهد وبعدين عندي نوح رأس عهد أبرام رأس عهد يجي بعدين العهد مع موسى الفرق بين إبراهيم وموسى نموسى كان بينوب عن شعب أبرام كان ينوب عن نفسه وعن نسله بعد كده الناس لجه بس مش المسيح لسه ما جايش لكن جاي عندي ذرية اتناشر كونه شعب من إبراهيم ورب كان عايز يعمل عهد مع هذا الشعب وكان ليه شكل العهد ده في الوصية العشر والذبائح وكان العهد مش بهذا الشكل وكان موسى هنا هو رأس هذا العهد كل اللي كان بيقوله موسى من الزبائح والوصية الأدبية كلها كان بتشاور على مين على المسيح هو الزبائح الحقية هو الوحيد اللي كان يحمل خطايا كل البشرية حتى اللي قدموا الزبائح في العهد القديم الله لم يكن يبررهم على أساس الزبائح لكن كان يبررهم على أساس عهده الصليب عهده أنه هو هيخلص البشرية في الصليب لأن الصليب قدم بروح أزلي فهم كانوا شايفين زبائح حيوانية قدامها عشان كده في عبرانين بيكلم عن الحقبة دي يقوله هو دم تيوس وعجول يطاهر من الضماير ده ما نتجيش واحد يغلط بني آدم خروف يكفر عنه ما نتجيش لكن كل ده كان بيشار على مين على الزبيح الحقيقية على الزبيح الحقيقية هو اللي هيقيم العهد هو اللي يأتي بالخلاص هو اللي هيرجع مرة تانية آدم للجنة مرة تانية فاللي عمله واللي قاله موسى في العهد اللي كان الرب أقومه عن موسى في النموس لموسى ولا شعب موسى أتمه مين اللي أتمه؟ المسيح أتمه في نفسه وهو كان الحقيقة بتاعت هذا الظل بعد موسى الشعب بقى يخش في مشاوير اللي احنا اتكلمتوا عنها في المقدمة ويجي بقى يظهر واحد كده واحد من بيت لحم داود البيت لحم داود بن ياسم وداود ده اللي يجي من جدر صبت يهودة عشان يجي من ناس له المسيح وأقام الله عهداً مع داود فهنا كان رأس عهد دي العهود اللي في العهد القديم هو عهد واحد لكنه كان الله كل شوية يقيم رأس عهد عشان يفكر الشعب ويقول للناس ويقول للبشرية أن في عهد خلاص أنه آدم يرجع للجنة مرة تانية والجنة مش مكان الجنة هو شخص الرب أنه هو يكون في علاقة معه يدي الجنة بالضبط فالله خد على عطيقه أن هذا العهد لازم هيعمله في شخصه بعد داود لننكمل بقى الصورة بتاعت العهد نلاقي يجي إرمية وعلى فكرة إرمية هو النبي اللي عاش قبل السبي وتنبى عن السبي وعاش فترة السبي وهو اللي كان بيكلم عن العهد الجديد وده اللي اقتبسوا أو قال عليه كاتب رسالة العبرانيين عهد جديد شكله مختلف هو نفس العهد اللي رب عمله بس شكله إيه ده مش عهد مكتوب مش عهد نموس ده عهد مكتوب في القلوب ده عهد طبيعة جديدة أن الله يعمل معجزة داخلية والجميع سيعرفون من كبيرهم ولي صغيرهم أنه ده عهد ده الرب بنفسه هو اللي يعمله ويختمه في القلوب ويختنه في القلوب عهد من جوة مش من بره لشعب جديد الشعب الجديد ده يعني مش هو نفس الشعب اللي فات لا الشعب الجديد اللي هو يبقى اللي رب يقوم عهده معاه اليهود والأمم أرجعك مرة تانية لرأس العهد اللي هو مين واحد منهم إبراهيم في نسلكة تتبارك هو ده العهد اللي لما قال رأس نسل المرأة يسحق رأس الحية ماشيين في نفس فالله يقيم دقود ويجي من نسله عهد جديد جاي إيه العهد الجديد ده اللي هو شخص يسوع المسيح حرفيا للايه فين متى ستة وعشرين لما الرب في العلية كان بيعمل إيه الميدة أو التناول أو العشاء الرباني هو الرب اللي عمله ولهم هذا هو للعهد الجديد بدمي فإيه اللي كان الرب بيعمله في الوقت ده كأنه في الوقت ده بيفكرهم بالعهد الأولاني خالص أنه هيجي يوم يرجع مرة تانية يا آدم للجنة أنه نسله تتبارك فيه جميع قبال الأرض أنه احنا بناكل مع بعض كده الرب خد خبزا وكسر وشكر وأعطى وديهم الكأس إشارة لجسده وإشارة إلى دمه فهنا الرب كان بيفكرهم بالعهد أكلوا معا بيخشوا في قيد معاهم يربط نفسه بيهم وهو بيدفع تمن العهد ده هو بيقيم العهد على نفسه يوم خميس العهد إحنا الغدوات نسمينه خميس العهد أيها اليوم ده كان كل بيت يهودي قاعد عشان بيستعد الخروف الفصح الرب عامل يوم الخميس لكن الفصح كان يوم الجمعة ليه الرب عامل الخميس مع أن الفصح الجمعة لأن الجمعة الرب كان معلق هي بمعلق فين على الصليب اللحظة اللي كان المسيح معلق على الصليب 6 ساعات دول هم نفس التوقيت اللي كان كل بيت يهودي قاعد بيقدم خروف الفصح الزبيحة الإشارة إلى المسيح فالذبيحة الحقيقية على الصليب المسيح بقى يوم خميس العهد قبلها بالليلة كان بياخد يدي التلاميذ يقول لهم إحنا هندخل لعهد الجديد هيتم فيه ده بكرة ونقالهم من الرمز الحقيقة نقالهم من خروف الفصح اللي يرمز لي إلى تاني يوم هو كان معلق على الصليب عشان كده العهد هي قصة محبة الله قصة ارتباطه بينا قصة هو بيدفع تمنها قصة كمان فيها شروط وفيها اتفائيات وما حدش ينفع يخل بعهده ودي القصة الكتابية من ساعة آدم إلى رؤوس العهود إلى شخص المسيح تم العهد في نفسه وعبرانيين عندي يسوع هو ضامن لعهد أفضل هو دافع تمن العهد هو حتى كان في العهود يا منال كان فيه قسم فالرب يقسم يعني طبعا تعبير القسم ده مش الحلفان اللي الناس بتعمله نهاردة فالرب أقسم بنفسه إنه ما فيش أعظم منه إنه هو على قد كلمته هذا العهد يتم مرة أو يكمل تماما عندما يأتي الرب ثانية مرة تانية ونرجع إلى الحالة الأبدية الكاملة معاه لما ييجي في المجيء التاني أنا عايزة أروح تاني لتنجيس العهد للشعب لكل مرة كان فيها بيكسر العهد كان فيه نتائج لكسر هذا العهد نفسي نروح شوية للنتائج يعني اللي حصلت مع الشعب بسبب كسر العهود ده كثير ده يعني كسر العهد ده دخل الشعب في سبي طويل ودخلهم في توهان سنين عديدة في البرية ودفعوا تمن قاسي قوي لتنجيس هذا العهد لكن أنا نفسي حدثت تكلمنا في الجزء ده عن اللي حصل في تنجيس العهد يعني عدل الله اللي ظهر بسبب تنجيس العهد وفي نفس الوقت محبة الله ورحمته اللي قدمت العلاج في كل مرة شكرا جدا الله كامل في شخصه وفي صفاته عشان كده محبة الله تمشي تماما مع عدله فالله إله محب تمام وكامل المحبة وهو إله عادل كامل في عدله ولما دخل في علاقة مع الإنسان هو نفسه خد بيد الإنسان عشان يمشي العلاقة معه وخد العهد على نفسه بس في كل مرة كان يقول للإنسان أنت عليك أنك تطيع الوصية وده كان اتفاقيات العهود برضو رب اللي كان بيعمله كان بيوري الشعب اللي بيحصل مع الملوك حواليه ومع الشعوب حواليه ومع أي اتنين يخشوا في علاقة أنه في اتفاقية في بنود العهد وفي شروط وفي تبعات لكسر شروط الحكاية مش فوضى والله ليس إله فوضوي الله إله كامل المحبة لكنه أيضا كامل العدل فإحنا مثلا مع موسى لما الشعب كان بيكسر الوصية كان الشعب يؤدب ده وضح أكتر من مره بالزبط يعني يعني وضح أكتر لما دخل الشعب هناخد مثلا من سفر القضاء رب قال لهم أنك تحب رب لك من كل قلبك لأكن لك آله أخر أمامي وسفر الدثنية كله عبارة عن ثلاث وعزات كبار الشعب داخل على أرض الموعد وده موسى قاعد شهر فعند جبل نبو على نضفة الشرقية من نهر الأردن والشعب هيعدي عشان عارفه وشعب هيزوخ فكان بيقوله شخصية الله ومحبته ورعايته ونتكفل بيك طلعك من أرض الموعد أرض العبودية وهيديك أرض طفل لبن وعسلا وكان أمين معاك 40 سنة في البرية فخليك أمين معاه لأن رب أمر ببرك أمر ببركتك رب عايز يبركك بس شرط البركة دي إنك تطيع اوعى يميل قلبك لقالها أخرى أول ما الشعب دخل أول حاجة بعد ما دخل وامتلك الأرض بدأ سلسلة من كسر العهد حصل ده كم مرة في عصر القضاء 15 مرة كل مرة الشعب يزوغ عن الرب الرب يسيبه لا ما يسيبوش يسلمه بيد أم حواليه مرة مليانيين مرة مؤبيين مرة فلسطينيين فالله عنده في شخصيته الأدبية مفيش فوضى أنت تحبيني زي أنا بحبك خليك أمين لأنه خايف عليك ولما الشعب كان يزوغ فالرب يسلمه الأمة فالشعب يتزل بالزبط يتزل ويقعد سنين طويلة فالشعب يتوب ويصرخ للرب يروح يبعات له قادي بداية من عصنائي الأول قادي ونشوف قصب أجدعون ويفتاح وشمشون وابارك كل القضاء دول كان قدرهم أنه ده نتيجة الشعب كسر العهد الله مش بيحب الخطيئة مش بيرضى بالخطيئة الله مش إله فوضى لازم الشعب يدفع ثمن خطيئته فيقيم عليه أمة تزلوا والشعب يتوب ويصرخ يطلب أن الرب يبعات له قادي خمستاشر مرة خلصنا المرحلة دي والرب أثبت أنه هو بيحب الشعب ده هو شعبه هو أمين معاه هينقذه في كل مرة يطلبه بس في نفس الوقت هو إله عادل هتعمل غلط هتدفع التمن لما نخش بقى العصر اللي دخلت فيه تحولة الأمة من عصر القضاء إلى عصر المملكة أول ملك شاول تني ملك داود داود أحب الرب من كل القلب حتى داود لما كسر عهده هو تكسر صح صحيح و لما تاب وكان دموعه على فراشه والرب أمين الله أمين وعادل بيحب داود لكن لازم يقدب داود وقد كان بعد داود جي سليمان سليمان للأسف ما كانش مظبوط أوه في آخر أيامه جي بعد كده راح بعام نقص نقص المملكة إلى المملكتين أنا آسف بقولوا التفاصيل دي عشان تورينا القصة الكتابية نحن هزين نعرف الحاجات دي ونكون ثابتين في كلمة الله وعندنا فكر الله وشايفين زي الروح قدس بيتحرك في الوحي في الكتاب من العهد القديم للعهد الجديد بطريقة فيها روعة غير عادية وبيبين فيها روعة عمل المسيح لأجلنا اللي محتاج إن إحنا فعلا إحنا محتاجين موضوع العهد ده إحنا محتاجين نتأمل فيه زي حتك قلت أنا بحب الموضوع ده هو فعلا موضوع مهم لأن أنا من غيره أكون نتاية أنا من غيره أنا مش عارف اللي ليه واللي عليه في المسيح بالزبط بالزبط خطر فتحركات اللي زي ما قلتي وشخصيته في العهد إنه هو مش بتاع فوضى لكن كمان محب نشوفها بعد كده في المملكة لما بعد دقود جي سليمان رح بعام المملكة انقسمت بقت الشمالية والجنوبية المملكة الشمالية عندنا عشرين مالك الجنوبية تسعتاشر مالك شعب الله في المملكة الشمالية فضل يعصى الرب يعصى الرب كلهم أشرر الملوك الرب يسيبهم لا حصل السابي الأشوري سنة 722 السابي الأشوري ده اللي كان من المملكة الشمالية اللي هم عشر أصباط والشعب ده حتى في السابي ما تابش ولم يرجع بس لأن الرب عنده عهد ووعد لازم يفضل شعبه موجود وكلامه موجود المملكة الجنوبية كان عندهم تسعتاشر مالك لما الشعب كان بيعبد الرب يحب الرب رب يباركهم رب أمين معاهم رب يديهم لما الشعب كان يزوخ الرب يقدبه ويحذره يبعث له أنبياء وفيه أنبياء قبل السابي وأنبياء في فترة السابي وأنبياء بعد السابي لما الشعب زاغ تماماً عن الرب كان الرب لأنه أمين لعهده عمل فيهم إيه؟ سلمهم إلى السابي البابلي سنة 605 قبل الميلاد حصل السابي البابلي والشعب راح بابل سبعين سنة فالله عنده عهد بس هي مش فوضى الله أمين وبيحب الإنسان وبيحب أولاده وبيحب شعبه ومن أمنته أنه يعمل إيه؟ أنه هو يحافظ على شعبه عشان كده الشعب يراح للسابي سبعين سنة وأنا عايز النهاردة أشجع كل واحد حاس أنه هو في سابي حاس أن الرب وقف قدامه في سكته في حاجة ربنا علمها لنا مع الوقت أسوأ عقاب لأي واحد أنك تسيبين نفسه أسوأ عقاب لحد بتحبيه أنه أنت ما تعتبهوش أسوأ عقاب لأولادنا أنه نسيبهم لاختياراتهم وأسوأ عقاب أن الرب يعقب به إنسان وبالذات لو مؤمن وماشي بمزاجه وبيكسر العهد أن الرب يقوله إيه؟ خلاص اللي اخترته عيش فيه يتركه ويصمت أيوة ويدخل الرب في مرحلة الصمت دي أيوة تالي كلنا عدينا بيها مهما كانت قامتنا روحية أو حياتنا مع الرب كتير نقضنا العهد والمساق مع الرب والشخص اللي عنده حساسية لحياته مع الرب لما بيكسر العهد مع الرب ويلاقي فعلا إنه رب صمت وتركه بيكون أمر صعب جدا 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 أسوأ عقاب صعب قوي عشان كده الرب من محبته إنه خلى الشعب لودي السبيل لأنه بيحبك أنتو لو تعرف رمية 18 اللي فيه النص المشهور بتاع الفخار الأعظم أيوة إيه قصة الفخاري؟ أنا مش أطول في الكلام بس المهمة أونها عايزك تطول لأنه كلام رؤى جدا أنتم هكذا بيدي يا شعبي زي ما الطين بيدي الفخاري هكذا أنتم بشعبي أنتم في يدي الرب قال لإرمية لأنه تنبأ قبل السبيل على طول الشعب ده أنا بحبه ده الإناء بتاعي بس الإناء ماله فسد وروح بيدي الفخاري أنا عزك تشوف لما الإناء يفسد بيعمل فيه إيه؟ ما يرميش الطينة لأنه بيحب الإناء بتاعه ولما راح إرمية عندي بيت الفخاري وشاف المشهد ده قال له على الفكرة إرمية شعبي هو هذا الإناء لأني بحبه لأني في عهد معاه الإناء فسد فأنا هعمل إيه؟ هحطه على الدلاب إيه هو الدلاب يا رب كان السبي هو الدلاب وكان رب بيقول سأعيد صياغة شعبي مرة أخرى من خلال السبي ليه؟ لأنه أمين لوعدي أمين لعهدي مش هسيب الشعب يبوص حتى لو الشعب فسد أنا هعمل إيه؟ هرجعه فدي هنشوف طول الكتاب الله عنده عهد والإنسان طرف عهد والإنسان متبارك بهذا العهد لكن لما يكسر العهد ربنا ما يتخلاش عن عهده ولا يقول خلاص ما عرفكش لكن لأنه بيحب الإنسان ودخل في اتفاق وشاركة معاه بالذات ولاده يقدبهم يرجعهم مرة تانية زي ما حصل في السابق البابالي في العهد الجديد لما بنشوف مثلا كاتب رسالة العبرانيين بيقول كده إن كنا لا نقدب فنحن نغول لا بنون يعني إيه؟ بيفكر شعب الله في الكنيسة بالعهد القديم في سفر التسنية إن رب بيقدب كل ابنه يحبه بما إن نحن أبناء فنحن نعمل إيه؟ نقدب أنا ابن الرب أنا داخل في عهد معاه عهد بركة وعهد حماية ورعاية وعهد خلاص وفداء وغفران خطايا أنا لا أستبيح الخطيئة لأنه في عهد لما أكثر أنا العهد الرب يعمل يقول لي ما عرفكش أنت مش ابني؟ لا رب يعمل إيه؟ يقدبني لأنه هو داخل في عهد معاه عشان كده ما حدش يلعب مع الخطيئة ما حدش يستهين بالرب ومحبة الرب لها صورتين صورة منح وصورة منع صورة عطاء وصورة تأديب صورة إن إحنا نخش في العهد نتبارك ولما نكسر العهد يردنا للعهد هو لأجل أمانته علشان إحنا نعيش كل أيامنا في بركة العهد عشان كده أنا بشكر الله في كل مرة هو بينبهني على حياتي يقوله كده أنت دخل في عهد معايا أنت في شاركة معايا وأنا مش أسيبك لروحك عندي صالوة كده منال بصليها كتير قولي رب لو مشيت بره سكتك وبره مشيتك اكسر رجلي أنا أحب أمشي معاك وأنا رجلي مكسورة والأمشي بعيد عنك والرجلية سليمة ونقدرش اللي اختبر محبة الله وأمانة الرب ورب أمين لعهده أمين لوعده ورب يؤدب أولاده لأنهما دخلين في عهد معاه والعهد لشروطه واللي يكسر العهد من محبة الرب لو كسرنا العهد إحنا نتكسر ولأن الرب مش عايزنا نتكسر بيرجعنا بتأديبات محبته رب لما أرمية الرب قال لأرمية أنه أنا المرة دي أنا هعمل حاجة مختلفة أنه أنا هجعل نواميسي في قلوبهم لأنهم هيعرفوني من صغيرهم لكبيرهم أنا المرة دي هطبع النواميس بتاعتي دي في قلوبهم ويمكن ده اللي استخدمه الجزء اللي استخدمه كاتب العبرانيين في الجزء ده بس عايزة نروح هنا في العهد في العهد الله معينا في العهد الجديد أنه هو جعل هذه النواميس والوصايا والحياة معه وإن إحنا نسلك في جدة الحياة معه من خلال يسوع من خلال عمل النعمة اللي دايما بترافقنا لأنه في كل العهد القديم بنلاقي أنه الإنسان مش أمين بالرغم الرب طول الوقت أمين وساهر على عهده وعلى وعده وعلى كلمته اللي يجريها في حياة الشعب لكن الشعب بينكس العهد لأنه بيعمل ده بزراعه بيعمل ده بيحقق النموس بإمكانياته العاجزة عن تتميم النموس ولذلك الرب يسوع جيه للأرض الرب يسوع الله أرسل الإبن ليفتح لنا السكة والباب ده إن إحنا لأ إحنا إنت مش هتعملها باتكالك مرة تانية على زراعك لكن أنا هطبع النموس دي بس إنت هتقدر تعيشها بالنعمة اللي هتقضنا اللي هتحتوينا وتغمرنا وتكون باستمران هي اللي بترجعنا مرة تانية للرب عمل النعمة والعهد جميل زي ما قلنا يا مانالي القصة الكتبية قصة واحدة وإحنا نشكر الله انتهت إلينا أواخر الظهور نشكر الله إحنا في العصر اللي فيه رأينا نعمة الله كاملة ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية رسالة طيتوس ودول وجهين اللي أنت قلت عليهم بالزبط ظهرت نعمة الله هنا مش بتكلم بس على عطية النعمة لكن على المسيح نفسه نعمة الله المخلصة وكمان نعمة الله المعلمة معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية فالمعجزة في العهد الجديد اللي احنا عشناها من بعد صعود المسيح موته وصليبه وقيامته وصعوده انسكى بالروح القدس على التلاميذ المعجزة في العهد الجديد ان احنا ساكن فينا بالروح القدس فالناموس بقى مش مكتوب في ألواح حجرية مكتوب في قلوب لحمية فينا في العهد القديم رب ادى نواميس ادى قانون أدبي أخلاقي روحي للشعب وكلهم زي ما قلت يكسروا هذا القانون ليه كسر هذا القانون وحنا نهارده قادرين نعيش القوانين دي أولا انه في العهد القديم كان رب عايز يقول للناس مفيش ولا واحد هيقدر يعمل ده بدريعه هات أحسن واحد أكتر واحد كان يعني موسى موسى كليم الله إبراهيم خليل داود داود اللي قلبه الله فتش على القلوب لا داود قلبه هو ده اللي هو عايزه عشان كده خلاه هو يرعى شعبه بملك لشعبه كلهم عملوا ايه كسروا العهد كلهم ما أتموش النموس فكان واحد من الأهداف انه مفيش ولا واحد هيتمم النموس الإلهي بدريعه ظهر واحد هو الوحيد اللي أتم من نموس الإلهي شخص يسوع المسيح مبارك ولازم نربط ده آدم الأول سقط في الجنة آدم الأخير يسوع المسيح نجح في البرية فأتم في نفسه كل مطاليب النموس الأدبي الأخلاقي دايفر معايا في إيه اللي احنا بنقول في النعمة والعادة أنه المسيح لما أتى إلى عالمنا لتكون لنا حياة وليكون لنا أفضل بدأ بآدم الجديد إنسانية جديدة خليقة جديدة إذن إن كان أحد في المسيح فهوة خليقة جديدة وخليقة جديدة مش معنا بس أن إحنا أخذنا طبيعة جديدة لكن كانوا بيقول كده آدم واللي وراه اللي حصل خليقة بازد في آدم الجديد يسوع المسيح خليقة جديدة علاقات جديدة طبيعة جديدة نعمة جديدة عمل بالروح القدس جديد في البشر فقبل المسيح الروح القدس في العهد القديم كان يحل ويفارق في العهد الجديد الروح القدس يعمل إيه؟ يسكن أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم ختمتم بروح الموعد القدس فإحنا في العهد الجديد نقدر نعيش بفضل نعمته هذا العهد بسبب شخص يسوع المسيح الكامل آدم الجديد إحنا نفع نبص عليه من يتبص عليه في العهد القديم؟ من تبص عليك وتقول يا سلام لو اتحت بالشخص ده هذا رعيش العهد هذا رعيش قانون الله وطبيعته ولا واحد لكن في حياة يسوع الكاملة نقدر نتحد به فنعيش العهد الجديد اتنين إن فيه الروح القدس الساكن فيه العهد القديم ما كانش روح القدس ساكن في المؤمنين لكن أنا الآن يسكن فيه روح الله فاستطيع أن أعيش العهد الإلهي قادر عيش قونينا الله لأن إحنا بقى فينا الطبيعة الجديدة بقى فينا الطبيعة الإلهية اللي تكلم عن رسول بوترس في رسالته الأولى بقى فينا طبيعة إلهية فشخص المسيح لما بتحت به بعيش العهد وقدر عيش الطبيعة الإلهية الروح القدس الساكن فيها حاجة تالتة مهمة أوي فعبرين اللي انت قلتي يا منال عندي فيه ضامن للعهد يسوع ضامن للعهد مين يضمن العهد في العهد القديم؟ مين؟ أدم؟ موسى؟ إبراهيم؟ نوح؟ مين يضمن العهد؟ ولا واحد لكن المسيح هو ضامن للعهد بحسب سالة العبرانيين يعني ضامن العهد عندنا كده نقطة في مصر كده يقولك فلان تضمنه ولكن معرفوش بس أنا أضمن واحد أنا عارفه كويس قوي فالمسيح ضامنني في العهد هو يضمنني يضمن أن أنا هكمل الرحلة يضمن أن أنا دخلت في علاقة معاه وهذه العلاقة لن تنتهي فالمسيح هو ضامن هو كمان صاحب دم العهد هو صاحب الدم إيه تمن العهد اللي الدفع ده؟ دم المسيح دم المسيح عشان كده معجزة العهد الجديد النموس بقى جوايا إن عندي قوة إلهية بالروح القدس جوايا عندي شخص عاش العهود وتممها في ذاته لما ارتبط بيه واتحت بيه أقدر أعيش العهد لأنه هو جوايا ولأنه كمان هو حي يشفع فيه فلما بسقط لما بضعف لما بحيت كده أو كده يسوع طامن العهد هو حي الآن يخدمنا في السماء يشفع فينا هو يقيمنا من سقطاتنا عشان كده هو بدأ العهد وماشي معنا السكة ويضمن العهد ولما أنا في العهد الجديد لما بسقط روح الله يبكتني وعندي كلمة الله أقراها فتديني قوة ونعمة وقدرة إني أعيش العهد لأنه إنسان العطيق صلب مع المسيح إنسان العطيق عرفه ده اللي هو إيه آدم اللي أنا مرتبط بيه اللي أنا مولود بيه أيوة إنسان الخطية أيوة بقيت مربوط بآدم الجديد مش آدم العطيق اللي بيحكم فيا دلوقت لكن اللي بيحكم فيا آدم الجديد بالروح القدس فعندي وصية لما أراها وارتبط بيها واتحت بيها بالروح القدس وشخص المسيح أمامك القدوة الحية وشخص المسيح الحي الأجلي وروح القدس اللي خاتمني من جوة بقدر أعيش معجزة العهد الجديد إن النموس جوايا هقول حاجة وبعدين ناخد اللي بعد كده المعز على الجبل دي مين يقدر يعيشها هل رب كان بيكلم مجموعة من اليهود يقول لهم سيبكم من النموس اللي فات هنديكوا قونين جديدة يلا عشوها تكونوا أبناء الملكوت تبهات لواحد يحب أعدائه هاتي لواحد توبى لنقياء القلب لأنهم هاتي واحد نقي القلب توبى للودعاء هو احنا عايشين على هذا القياس الرب ما كانش بيقول اعمل دي عشان تبقى ابن الملكوت الرب كان بيقول أبناء الملكوت فمر الروح فيهم هو ده طيب هاي القوانين دي مربوطة بالعهد لدي آه كل دور ملخصين في إيه تحب الرب لهك من كل قلبك تحب قريبك كنفسك طيب بتاع العهد اللي دي ما قدرش يعيشها لكن بتاع العهد الجديد يقدر يعيش ليه لأنه بتاع العهد القديم كان عنده نموس بلا قوة بتاع العهد الجديد عنده نموس وعنده قوة أو عنده قوة بلا نموس مكتوب لكن عنده قوة بنموس أخلاقي روحي في داخله فكل مقاصد الله اللي أصدنا في الإنسان تمت في المسيح آدم الأخير تتم فينا إحنا القوة المنوطة أنا أتعيشني هذا العهد فيا بالروح القدس وبكلمة الله بشركة المؤمنين فأقدر أكمل في العهد ده مش بسبب أن أنا أجدع من موسى والأجدع من طول العهد القديم لا بسبب المسيح يسوع بالروح القدس الدم اللي اتدفع كثمن للعهد الجديد بسبب دام من العهد الجديد دم عهد أبدي أيوة أنا عايزة نروح لسؤال وبعدين نطلع في وصل ونرجع ناخد تطبيقات عملية إزاي عيش العهد ده وإيه اللي ممكن يعطلني إن أنا عيش العهد ده السؤال اللي أنا عايزة أروح له ويمكن دايما بيتردد أو إحنا اتربينا وممكن بنسمع وعز كتير وممكن يكون بيخفف شوية من هذا الحق إنه عايزة أروح للآية اللي هي إن الله أمين وإنه أمانته عدم أمانتي لا تبطل أمانة الله إنه أوقات كتير بنستبيح بسبب إنه وبيبقى عندي هذا يعني كأني باخد لنفسي سماح بحطه لنفسي أو قانون بحطه لنفسي إنه أوكي يا نفسي عملي اللي أنت عايزة ده الله أمين يعني عدم أمانتي لا تبطل أمانته لإنه هو هيفضل أمين معي للمنتهى وإنه هو لم ينكث عهده ولم ينقد عهده معي أبدا ولأنه هو ضامن هذا العهد في المسيح وبنسى كتير إنه إله الله في العهد الأزيم كان يعاقب الشعب ويعاقب ولاده شعبه خاصته لما ينكسه العهد ويبعده عنه ويعبده آلهة أخرى بنيجي إحنا ممكن يكون آه ما عندناش آلهة أخرى يمكن بنعبدها في حياتنا يعني آلهة بمعنى آلهة غير الرب يسوع لكن ممكن يكون عندنا آلهة تانية بنعبدها وبنحيد بيها عن طرق الرب وبنوك ونكس العهد مع الرب ويبقى ده استباحه وارجع أقول أصل ده ربنا بتاع العهد الجديد طيب وحنين ولا يبطل أمانته أبدا وهيفضل أمين معي للمنتهى أشكرك جدا يا منال ده كلام مهم يتقال في الأيام اللي احنا فيها دي بسبب اللغط وعدم فهم وإدراك لمعنى النعمة فيه كاتب عظيم اسمه ديترش بن هوفر كاتب كتاب اسمه تكلفة التبعية وبتكلم فيه فصلة عن حاجة اسمها النعمة الرخيصة فبقولك ايه النعمة الرخيصة دي اللي انت قلت ليه بالزبط ناس تستبيح الخطايا تستمر الخطايا على مبدأ انه الله إله نعمة الله إله محب فأنا هعمل خطايا وربه هعمل ايه يخفر لي دي اسمها النعمة الرخيصة والنعمة الرخيصة تبرر الخطايا لكن لا تبرر الخاطئ أما النعمة الحقيقية تبرر الخاطئ لا تبرر الخطيئ بمعنى ايه النعمة الحقيقية النعمة تبرر الخاطئ ولا تبرر الخطيئ فأنا خدت براءة من خطيئة النعمة تعمل فيها كده لكن ما تبررش خطيئتي اطلاقا تفضل خطيئة خطيئة جدا وهتظل خطيئة الله لأنه هو إله أمس واليوم وإلى الأبد إله العهد القديم هو إله العهد الجديد إله القوانين الأدبية الأخلاقية الروحية هو الإله الذي لا يتغير هو نفس الإله اللي يتعامل مع الشعب القديم كان فيه نموس وكان فيه نعمة فكان بيؤد بالشعب وكان نفس الوقت رجعه نفسه هو إله العهد الجديد هو إله النعمة وأيضا إله القداسة هو إله البر كله لو أي مؤمن لو هو مؤمن حقيقي واستباح لروحه الخطيئة أنا أشك في إيمانه وهو يشك في إيمانه المؤمن الحقيقي لما يعفل الخطيئة ما يستحملهاش الروح القدس في داخله يبكته الروح القدس في داخله يحسسه أنه هو في ظلام أنه هو منفصل عن الله والجحيم انفصل عن الله المؤمن اللي يعفى خطيئة مؤمن فعلا يشعر النبو السماوي زي ما قلنا من شوية حاجة بوجهه عنه ما يستحملش المؤمن اللي يستمر الخطيئة بحجج وهمية والآية اللي قلتيها اللي رسول بوليس قالها بتلميذه مساوس في رسالته الثانية صاحة 2 وبيكلمه كخادم على فكرة آية 13 كرونسوس تمثاوس الثانية اتنين آية 13 إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لا يقدر أن ينكر نفسه تلاقي بقى احنا المؤمنين يقولك ايه اهو رب لا احنا نبقى مش أمنا هو هو يفضل أمين الهيه دي كان بيكلم عن الخدمة يعني الخدمة يعني أنا خادم ورب يستميني على خدمة وانا ما كنتش أمين مع الرب الرب يعمل فيها ايه يسيبني كده لا الرب يفضل أمين للخدمة وأمين لقوانين لقوانين الروحية لكن أنا كمؤمن كخادم عندي عدم استقامة في حياتي يقدبني عشان كده تلاقي واحد ممكن يعوج شوية بس الخدمة شغالة ليه لأن الله أمين أمين على خدمته وبعدين الله ما ينكرش نفسه مع الخادم يعني الرب يقول لك أنا هباركك يعمل اللي عايز تعمله أنا هباركك إله غير أمين فالرب يقول أنا أمين في كلامي إنت عملت خطية أنا هقدبك ورجعك لأني بحبك فلو إنت غير أمين أنا هبقى أمين أنا مش أعمل زيك أنا مش أكسر قوين الروحية والأدبية والأخلاقية ده الخدمة وقفة علي كداب الخدمة مش على حد الخدمة وقفة على الرب وتفضل الخدمة مستمرة ولأنه أمين هو ما ينكرش نفسه أبدا يقيم لروحه خدام ومش هيقول لي تبص أنا مزنوق فيك أنا هباركك رغم أن أنت يعني يعوج وملتوي مش هيعمل كده الرب أبدا اوعى خادم فينا ولا مؤمن فينا يتكع على كده الرب هيفضل أمين يعني قال إن الخطية تعاقب في تأديب لأولاده هيعمل كده وممكن يحرمني من الخدمة عشان كده بقوله زي بيقول إن أنا أقم أجسده وأستعبده لألا بعد ما كرست الآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا مرفوضا منين من الخدمة فالمؤمن يتحرم من الخدمة يتحرم من حضور الله يبقى الله أمين إحنا مرات بنحب مش بنحب مرات بنعمل خدمة كده لأن الآية دي في السياق تميثاوس كخادم الرسالة تانية لتميثاوس نخدم ونبقى مش أمنا والدنيا ماشية الدنيا مش ماشية قردت عبارة لحد من الأسوس الكبار التقال الحلوين لما لأن كنت محتار في يونان يعني يونان ده خدم محير جدا يونان ماشي عكس كل التجاهات وراح ننوى في الآخر ورب يباركه هناك فأنت يا رب واحد ماشي عاصي أولا ادالي النفوس في السفينة اللي كان راح فعل ترشيش راح فعل ناحية أسبانيا يعني هو ماشي بره مشي اتاك ويتباركه أنا بصراحة كنت متغاز فهذا شخص غير أمين طيب وبعدين لما راح ننوى مرة تانية وتابت المدينة كان متغاز جدا في خادم متغاز أن رب يستخدمه انت نبارك يونان على إيه يونان غير أمين صح بس رب يبقى أمين عمل إيه خلص النفوس لأجل كلمته ومحبته وأمانته وبعدين يونان ده حد سمع عنه حاجة بعدين نوع رب كان أمين لا يقدر ينكر نفسه انت مشطعني خلاص انت لا تحرم من البركة فالخدم ده قال إيه يبقى الله أمين لكلمته ويبقى الله يتعامل أخلاقيا مع خادمه فأمانته مرتبطة بإيه بمخدميه بالخدمة بتاعته نفس الآية منال اللي احنا بنقولك إيه حيث كسرت الخطيجة تزداد النعمة جدا هاللوية هاللوية مين الآية دي في روميك بتكلم على إنه لما الله في علاقته مع الإنسان الأنبياء والنموس وكل ده الإنسان اللي سيف زيغانه وكثرت الخطيجة إيه اللي حصل رب قال النموس مش كافي الأنبياء مش كافية زادت النعمة جدا يعني إيه قت الصليب الحل للإنسان مش في النموس مش في الأنبياء لكن في الصليب إحنا بقى خدنا الآية على إيه حيث كسرت الخطيجة زادت النعمة جدا فك عق عق ربك يفك شجس ما كده الله يفضل أمين ونشكر الله أنه هو يفضل أمين إنه لأجل أمانته أنا لو أنا خادم ما عنديش استقامة أنا رب يتدخل في حياتي عشان يرجعني مرة تانية للإستقامة وأي مؤمن مش تحت التأديب وهو في خطيجة أشك في إيمانه وعلى فكرة استخدام الله لينا مش علامة أمانتنا ولا قدستنا عيبة دي علامة نعمته أمانته محبته ومحبته وإحنا لازم نخشع ونقف بارتعاب قدام الرابع وساتره وساتره أشكرك وساتره يعني حددك صارت نقطة مهمة قوي إنه بيتحس يا سيس بيتحس لأنه بيبقى بلا تأثير حي حتى لو شوبي حتى لو فائع حتى لو صوته عالي حتى بيتحس لأنه ما فيش سمر ما فيش تأثير حتى لو فيه سمر تلاقي السمر مش بيدوم بيبان لأنه ولاد الله يعني ما ينفعش يكونوا غير دهب أصلي حقيقي بالزرط ما ينفعش يكونوا بيلمعوا بس لكن دهب أصلي بيلمع فعلا فبالتالي اللي بره بيشوف ده بيتغيره لما بيلاقونا أمنا مع الرب أمنا دي حتى يعني مش معتمدة على الإمكانياتي ولا زراعي ولا إن أنا مش بعمل خطية لأن إحنا هنعمل خطية وإحنا عايزين نتكلم بعد الفصل إن إزاي أنا أعيش العهد ده وإيه المعوقات اللي تخليني معيش العهد ده إيه رأيك يا استيس إحنا كمؤمنين محتاجين يبقى فاهمين إن إحنا محتاجين كل يوم نيجي نغتسل أمام الرب ومحتاجين نحترم هذا العهد ونقدر هذا العهد ومحتاجين نكون أصليين لأنه إلهنا أصلي وكلمته أصلية وإنه مهما عشنا في خداع للآخرين وكسرنا عهد داخلي أرسي سبرولي أرسي سبرولي بيقول كلمة حلوة قوي نحن نسقط في السر قبل أن نسقط في العلن نحن نسقط في السر قبل أن نسقط في العلن ومفيش سقوط فجأة ومفيش عهد مكسور مفضوح فجأة لكنه في الخفاء بتكسر العهد فالخفاء بنسقط ممكن نكمل خدمة شوية نكمل عبادة شوية لكن السقوط الخارجي قاتن لمحالة عشان كده احنا محتاجين نتعلم أن نكون أصليين وأن كل ده هيبان ولو ما بنش في الأرض سنقف يوما أمام كرسي المسيح وهتبان حاجات كتير قوي دهب وفضة وحجارة كريمة أو خشب وعشب وقش وكل ده سيمتحن بنار عشان كده لخير كل مؤمن فينا وكل خادم فينا أنه يكون حقيقي بدعفه أكتر وأفضل ما يكون قوي في زيفه فنكون حقيقي حتى لو نعند ضعف أبقى حقيقي أفضل منك أكون قوي في زيف وأنا مزيف زي ما أن الرب علمني حاجة كنت أنا مفهمش في القصات طول عمري ولا في الفلوس أشكر الله فكنت بحكي مع حد صديق لي وبقول له هو ليه المشكلة القصدية حاجة غريبة جدا ليه البلاد اللغبية والسياسات اللغبية ما يطبع فلوس يعني مثلا المرتب مثلا بتاعي ألف جنيه وفيه أسعار زادت يعني يطبع بدل ما أخد ألف جنيه يأخد خمسة ألف جنيه يطبع فلوس فساعدة ما فهمني قال لي الحكاية مش كده مش اطباعة فلوس لكن كل جنيه بيطلع قدامي بيكون فيه رصيد من الدهب بيدي إيمة للعملة ففهمت وقالني رب تكلمني في قلبي وقال لي كده أن كل مرة هتخدم كل مرة تطلع للناس وانت مش حقيقي انت تطبع جنيه ورق ما لوش أي قيمة حتى لو كتير عشان كده كل ما تطلع قدام الناس حط رصيد دهب خليك قدامي هتقلبك عند أقدامي خليك قدام الكلمة خليك حقيقي طلع فلوس قليلة بس رصيد دهب قدامه أحسن ما تطلع فلوس كتير بس عبارة عن عن ورق لأن الله هيفضل أمين الله يبارك الأمناء الله في عهد قبولنا لي في البنوة لن يتراجع عنه أبدا لكن إنه يباركنا في خدمتنا إن احنا نكرمه ونستخدم الله عنده شروطه الله هيبقى أمين بس في الخدمة في حياتنا في بيوتنا مع أولادنا شكرا في كل دواير حياتنا الإبليس بيلاقي يعني بيلاقي السكة إنه هو يضرب الحاجات دي وبعدين يجي قدام الرب كأننا ما عملناش حاجة يعني أنت ليه عملت كده أو ليه ده أنت أمين معايا طول الوقت بس لا خلي بالك يعني أنا عايزة يعني روح قصح حسن وعايز يقول لنا لا خلي بالك خلي بالك الله ضامن العهد فعلا لكن هو حافظ العهد لمحبيه وحافظي وصياه يعني وهو ساهر على كلماته ليجريها في حياتنا ما دومنا إحنا قدامه وطلبينه وعايزينه بهذا القلب اللي طالب قدسته طالب أنه يقدس القلب والحياة لمجده نطلع فاصل ونرجع نكمل موضوع الحلقة حباقنا نطلع لفاصل نسمع الترنيمة دي ونصليها مع بعض ونكمل معاكم موضوع العهد مع الأستيس جورج عزي اشتركوا في القناة ويراب داود بنؤمن إنه مازال موجود بنجع عبيده حسب وعده نصف جولياته وجود بأسود يا إلهنا الصالح شكراً لك مهما بنشكر مش حنوفيك دي مرحمك جيل وارجيل وآمن تبكت وما بتزون أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي ما لكش ما فيه ما لكش ما لكش ما لكش ما لكش تقوى يا جبار يا جبار ونفق دوف مرع ولا دار نشوفك وسطي أدون النار يا إلهنا الصالح شكراً لك مهما بنشكر مش حنوفيك دي مرحمك جيل وارجيل ما لكش ما لكش ما لكش ما لكش من الحفرة حياتنا وعدتنا لسه ما حتخدنا لنعلن إنه إيماننا فيك ون يوم أنكرنا وصاح الدين بنظرة حب بتدوّدنا ونرجع تاني طوبة إليك يا إلهنا الصالح شكراً لك مهما بنشكر مش حنوفيك دي مرحمك جيل وارجيل وآمنتك كثبت وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي ما لكش ما فيك يا إلهنا الصالح شكراً لك مهما بنشكر مش حنوفيك دي مرحمك جيل وارجيل وآمنتك كثبت وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي ما لكش ما فيك اشتركوا في القناة من ان الشعب كان ينكس العهد ويحيد عن الرب ويزوق عن الرب لكن الرب ظل امينا مع هذا الشعب ودايما يقدم ليه التأذيب لكنه كمان يقدم ليه العلاج ويرد الشعب ده مرة تانية لغاية لما جينا الى المسيح الذي صنع علينا عهدا ابدا بدمه وصار المسيح ضامن لهذا العهد وصار ضامن لعهد افضل حب قوي قبل ما ندخل ونتكلم ازاي نعيش هذا العهد حتاك تصلي لكل حد نكس عهده مع رب وفقد عهده وفقد محبته الاولى وبقى عنده ممكن الها تانية ظهرت في حياته سواء اله الشغل اله المال اله العالم الامكانيات المادية شهوة الجسد شهوة العيون شهوة عظم المعيشة وكل الحاجات شهوات النجاسة والإباحية وكل الأمور اللي بقى العدو فتحها علينا بزيادة الأيام دي وبسهولة جدا يعني كتاب قال وإن أمكن يضل يضل المختارين وبسهولة ممكن تنساق رجلينا وتزل أرجلنا النهاردة يكون فيه وقفة حاسمة في حياتنا ونرد النهاردة لهذا العهد الأبدي ونعيش حياة في عهد ومثاق مع الرب زي ما هو أمين معنا نكون إحنا كمان أمناء معاشا نتمتع بالقداسة وبالروح قدس وعمل المسيح القوي في حياتنا واستخدامه لنا علشان نكون بركة في هذه الأيام أمين أمين عايز أقول لكل واحد بيسمعنا دلوقت أن الروح القدس فيما قصده وأنه شخص ده يسمع فنحن مش نتكلم اعتباطا ولا صدفة عن العهد الرب النهاردة عايز يرجع ناسه ويفققهم مرة تانية لعهد تكريسه وعهد محبته للرب عهد جوازه ارتباطه بشريك الحياة بشريكة الحياة فنحن عايز نسأل الرب يقيم العهود مرة تانية لأنه لها عهد وعايز أقول لك وعايز أقول لك أنه مفيش نقطة أنت وصلت لها الرب ما يدرش يجيبك منها تاني حلوة مفيش سقطة وإعتفيها إيد الرب ما تقدرش تجيبك يقيمك من جب الهلا يقيمك على صخر مرة أخرى يضع في فمك وفي فمك ترنيمة جديدة مفيش مكان روح تفيه الرب ما يدرش يجيبك منه يا رب تفضل السلس أيوة يا رب أيوة يا رب أيوة يا رب أيوة يا رب لأنه يا رب أنت محبتك أبدية وكلمتك يا رب لا تسقط يا رب إحنا جئين قدامك بصلي عشان نفسي وعشان أي حد من إخوتي أو أخواتي يا رب في حالة كسر لعهوده يا رب في حالة سبي روحي أو سبي أخلاقي يا رب في اسم يسوع أنت تقيم كل ساقطين يا رب أنا بصلي عشان كل واحد يا رب يا رب ضل وبعد أنت ترد نفسه يا رب يا رب أنا جอย أصلي في اسم يسوع لجل كل واحد مش قادر يرجع مرة تانية لعهد محبته لعهد تكريسه يا رب أي واحد أي أخت يا رب مش قادر ترجع مرة تانية لعهد الأمانة معك أو لعهد الأمانة مع الشرك الحياة أنا جاي أصال يا رب مع عبدك اللي صال له كده وقال لك في المزامير اطلب عبدك اطلب عبدك نادي على كل واحد وحدة فينا يا رب إحنا بنتوب قدامك على كل كسر عهد على كل عدم أمانة على كل خيانة في السر وكل خيانة في العلن يا رب إحنا جاينا قدامك يا رب وانتوب على كل مرة يا رب اصدرينا بالنعمة وازدرينا بمحبتك وازدرينا بعهدك يا سيد رب وبشكرك عشان روحك الساكن فينا أنت بتعرف تقيم وتشفي يا رب أنت تستطيع أنك ترجع يا رب كل ولادك وبناتك يا رب الآن اللي طالبيك اللي أنت بتعمل فيهم بالروح القدس ليرجعوا في ملء القوة والبركة يا رب عهود تجدد أمامك يا سيدنا قلوب تحبك مرة تانية تكرس ليك مرة تانية تغتسل من الخطيئة مرة تانية عهود تكسرت في العلاقات يا رب تقيمها مرة تانية احنا جينا قدامك ونقولك احنا ما نقدرش ولا نعرف لكن نستند على روحك يا رب نستند على كلمتك وعلى وعدك وعلى وعدك الكريم يا رب نادي علينا نادي علينا اسبينا من جديد بمحبتك يا رب أنا بشكرك بشكرك لأنك أنت حي يا رب بتنادي على ولاده وبنات ليك بشكرك عشان تفعل يا رب أنت في هذه اللحظات وكل اللي بيسمع وبيصلي معانا ترد نفوس كثيرة تقيم عهود كثيرة يا رب اكراما لإسم يسوع ضامن العهد لكل المجد آمين 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 يا سيس شكرك إذا كان المسيح زارة ضامن لهذا العهد ودانا الإمكانية في شخصه أن احنا نعيش على هذا العهد معا زي نعيش هذا العهد وإيه اللي ممكن يعطلني أو يبقى أنا فهمه غلط فبالتالي أنا مش قادر أعيش هذا العهد أنا أحب أكد على فكرة أنه العهد هو يعني علاقة محبة الله ربط نفسه ربط نفسه بينا فيها والعهد الجديد هو عهد الطرفين بتوعه هو الله الآب والإبن والروح القدس يصنعه ويضمنه فينا فإحنا مش أطراف عهد إحنا مستفيد عهد ودي حاجة تخلينا نحب الرب أكتر ونحترم العهد العهد ده أكتر ونعيش فيه أكتر ونلتزم ونلتزم بيه أكتر ونلتزم بيه أكتر إلزام المحبة أقوى من إلزام القانون إلزام المحبة الإلهية قيود المحبة الإلهية ربط البشر والمحبة تربطنا بالرب أكتر رغم أن عارف أن خطايا مغفورة لكن الحكاية دي بالروح القدس تخليني أكره الخطايا مع أني عارف أنه العهد ده لن ينفصل مش هيتكسر بس الفكرة دي ده خلينا نعمل إيه ألتزم بالعهد الأكتر وأحب الرب أكتر وأعيش تحت ظله أكتر لأن العهد ده عهد باركة واللي عايز أقوله ومش هقول حاجة من عندي لكن الرسول بوترس هو بيكلم الكنيسة بيكلم ناس في ظروف صعبة متهضين بيكلمهم عن إزاي نعيش العهد والوعد في رسالته الثانية أصحاح واحد من آية ثلاثة يقول كده كما أن قدرته الإلهية بوترس الثانية أصحاح واحد من آية ثلاثة كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والطقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضينا الذين بهما قد وهب لنا الموعيد العظمى والسمينة لكي تصير شركات طبيعة الإلهية ده دور الله أقام العهد سكن فينا إدانا قفرانا خطايا إدانا طبيعته دخل معنا في عهد ده دور الله أنا بقى أعمل إيه يكمل كده هاربينا من الفساد الذي في العالم بالشهوة أول حاجة أعملها أن أهرب من الفساد ملعبش مع الخطايا مش أخرج من العالم لكن أخرج من روح العالم من طريقة العالم من عيشة من فلسفة العالم عشان كده أول حاجة أن أهرب ملعبش مع الخطايا لأن إلهي قدوس ده أول حاجة عشان أعرف ألتزم بالعهد الله يكره الخطايا مش أبركني في حال الخطايا الحاجة يكمل بقى رسول بقوله سودي تمن فضائل بقولهم كده ولهذا عينيهي وأنتم باذلون كل اجتهاد أهرب من العالم أهرب من الفساد أبذل كل اجتهاد اتعودنا لتكلم عن النعمة لكن ما تعودنا لتكلم عن الجهاد الروحي عندنا حاجة اسمها جهاد النعمة أولاد العهد الجديد أولاد جهاد نعمة اللي ارتبطوا بالرب في العهد الجديد ارتبطوا أيضا بروح الجهاد في النعمة فأهرب من الفساد أعيش جهاد النعمة وبعدين يقدمني تاما فقدموا في إيمانكم فضيلة قيمة وفي الفضيلة معرفة يعني أعمل إيه برضو معرفة هنا معناها تدريب عشان أعيش ملتزم بالعهد أهرب من الفساد اللي في العالم أجهد الجهاد الروحي أقدم في إيماني فضيلة يعني قيم روحية أخلاقية سماوية وكمان أقدم في الفضيلة معرفة يعني معرفة معرفة يعني تدريب روحي بمعنى أنه إحنا في حياة الإيمان محتاجين لما عندنا تدريبات روحية أنه أخذ على تدريب زي الجندي اللي عايش حياة الجندية كل يوم بتدرب في حياة القداسة والمحبة والمعرفة والخدمة تدريبات النعمة في كلمة الله فعشان أعيش ملتزم بالعهد لبركتي لخيري أنا بعمل كده وعدين يكمل وفي المعرفة تعففاً يعني تعفف ضبط النفس ضبط النفس أولاد العهد يعيشوا ضبط النفس وفي التعفف صبراً وفي الصبر تقوى العيش في حضرة الله التقوى معناها أن أنا أعيش في حضرة الله وفي التقوى مودة أخوية يعني برضو عشان أنا أعايز عيش كشخص في حياة العهد الجديد أنا مش لوحدي إحنا عندنا شعب العهد فعشان أعيش العهد أنا محتاج إخوات لي أنا محتاج مؤمنين محتاج كنيسة عشان أعيش في العهد الجديد بروح العهد الجديد رب أقام كنيسة جسد ناس كبار وصغيرين وقدر وحيين وناس أكبر مني ويظهر مني فعشان كده اوعى تعيش لوحدك العهد الجديد هو شعب عهد مش كل واحد يمشي على رأسه واحد يمشي من غير مرجعية واحد يبقى عايش كده من غير جسد يكبر معاه وينمو فيه وإخوة شجعوه وأخي يوبخه ويعلمه وأخي يحطه قدام وأخي يرجعه الورى إحنا محتاجين للجسد المسيح عش كده بيقول مودة أخوية أنا في حالة شركة مع المؤمنين إحنا مرات الأمانة بنسفه من يعني نحس إن كل واحد كده يعني أنا عند عهد مع الرب أنا قدر عيش لوحد يعمل مش حقيقي من أجل راحتي النفسية أه صحيح؟ تجنب ما يوزيد إيه تجنب ما يوزيد؟ صحيح؟ وده اللي دلوقتي يعني الفكر السائد واللي بنسمعه كتير جداً إنه عشان راحتك النفسية وقواك الزهنية ما تتعبش وما تخش في الطريق وما يجي لكش مشاكل من التعامل مع الناس وترهق نفسك وأوقات الأمر ده بيبقى أنا مش عايز أحدمل أي مشاكلات في الحياة مرات أنا عايز أريح نفسي إحنا في العهد الجديد إحنا شعب عهد خد بالك إن الله العهد نسخ العلاقة دي مع البشر في الزوج والزوجة عهد أنا في الكنيسة أنا في عهد مع المؤمنين فزي ما تجنب ما يوزيك يا سلام يا سلام يا لو في الأخ في الكنيسة أخ في الجسد متعب أو أخ أنا أتجنب أي حدي بيتعبني مش عايز حدي يدايقني إيه هو ده كيف أنمو أو أبقى مع اللي أنا بحبهم أو مرتاح معاهم والباقيين أنا منفصل معهم انتهاء لي دي أكتر حاجة بتكسر جسد المسيح مية في المية وما بتدخلنيش نتمتع بالعهد اللي بنتكلم عليه وسط الكنيسة إزاي يشوف أمانة الرب معايا ونا مش أمين غير لما لايه أخ متعب أو في حد في الكنيسة مش في نفس يعني الدائرة بتاعتي وأنا أتجنبه العهد لا يتجنب الآخر عشان كده مواد أخوية في المواد الأخوية محبة أجابية إذا كنا عايزين نعيش العهد ونلتزم ونتبارك في العهد عندنا تمام فضائل هنا عايزين نمشي عليهم فنستمتع بالعهد اللي الرب دحل معنا فيه وهو اللي عمله الكنيسة والمؤمنين جزء أصيل في أن نعيش في العهد الجديد والتزم بهذا العهد ويتبارك بهذا العهد لأن فيه أنا باكتشف نفسي وباكتشف المواهب اللي رب حطها في الكنيسة لبنيان الآخرين وبنيان بعضنا البعض وهنلاقي في الكنيسة ناس لتشجعنا ده باركة وناس لتعلمنا وناس لتشكلنا وتعلمنا وده باركة في الأخ مريح ولطيف ويكبر ويشجعني باركة من إيدي الرب ولا أخ تاني يبديني على دماغي كل ما يشوفني يكشفني قدام نفسي صح يا ما كنت بحس في نفسي كده أنه يسأل أشكر الله أنه يبديني محبة للإخوة وبديني احتمال وصبر وليه رب يحط في سكتي شخصية متعبة فأقول ليه لازم تقول إيه فرب يقول لك عشان تعرف نفسك ده موجود لبركتك عشان لما تفكر نفسك أن أنت أخ حلو وبتحب الرب وبتحب الإخوة وعندك صبر اتفضل اتفضل الأخ الموجود ده عشان من ناحية تعرف نفسك ومستواك الروحي ومن ناحية عشان تكبر ومن ناحية عشان تعيش في الصليب صح تشيل أخواتك صح وتشيلهم باختيارك لأنه الصليب فعل اختياري ومحبة اختيارية وقلم اختياري العهد في الفضائل دي أن الله هو العمال العهد يدني كل ما هو للحياة للتقوى وأنا أهرب من الفساد الذي في العالم أنا بعيش حياة الجهاد الروحي أنا بعيش الفضاء للمسيحية التمانية اللي في بوترس التانية أصح واحد دول يبدأوا بال يبدأوا بال بالذلنا كل اجتهاد بالفضيلة يبدأوا الفضيلة يعني الاخلاقات السماوية والقيم الروحية وينتهوا بالمحبة في علاقتي مع الله وعلاقتي مع نفسي وعلاقتي مع الآخرين عمليا عشان نعيش حياة العهد أنا محتاج كل يوم أرتبط بكلمة الله علمونا زمان الخلوة علمونا الخلوة زمان نشكر الله عشان الإخوة اللي علمونا الخلوة فعلا محتاجين أننا كل يوم نبقى قدام كلمة الله محتاجين جسد المسيح نمش معاه محتاجين دايما أننا نبقى خضعين للرب ومقدرينه ونفهم مفاعده لأجلنا والعايز يعمله بينا فإحنا على رأيي ورن ورسبي المفسر الرائع الخدم الحلو إحنا مش مستودع بركات إحنا مش مستودع بركات فقط إحنا ناقل بركات فإحنا من خلالنا العهد اللي رب عمله لخلاص البشرية ينقل هذا العهد لكل الناس اللي في الأرض والعهد دا كمان على فكرة عهد الفداء وعهد دا كمان رعاية فرب يتعهدنا يتعهد أرضنا وتعهد حياتنا وتعهد أولادنا حتى كل الأجيال ولدنا داخلين معانا في هذا العهد أيوة يعني نفسي نشجع كل أحد يصلي من أجل ولاده بعيدين عن الرب يعني مالينا قوي نقوله أنه أن الروح قدس بيقولك النهاردة أنه أنه ولادك دول مخلين معاك في العهد اللي أنت دخل فيه مع الرب حتى لو هم بعيد عن الرب أيوة أنه هم لن يزوغوا من الرب والرسول بطرس في وعظته في سفر العمالة الصحة 2 قال لهم كده والوعد هو لكم ولأولادكم فإحنا كمان يعني بنصلي أن أولادنا هم أولاد العهد والعهد الإلهي البرق الكبيرة غفران الخطايا ونحن نكون أبناء لي كمان هو بيتعهدنا في محبته في احتاجاتنا الأرضية في هزمتنا النفسية في علاقتنا بأولادنا يفضل حافظ محبته وعهده وآمنته إلى ألف جيل وحتى الصديق يعني بيموت وطوبة لبنيه بعده فالله هو اللي بيضمن العهد وإحنا عايزين نعيش نكرمه ونخدمه ونحبه نعيش تحت هذا العهد وده أكبر بركة أمين وباركك وتكون بركة أمين صحيح من رب قال إبراهيم بشكرك جدا يا أسيس وقت حلقتنا انتهى ربي باركك ويستخدمك وبشكرك جدا لتلبية الدعوة ربي يكون معيك وباركك يا مانية بشكرا الله عشان الفرصة دي أصالت كل كلمات باركة لكل شعب الرب بإسمي سوع أحبانا في نهاية الحلقة أشكركم جدا على المتابعة وإلى اللقاء في حلقات أخرى ترجمة نانسي قنقر باته فيها الكرمة 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 شهادة ونور بتنور طول اليوم بتزيع بشرة وسرور وبتطرة كل هموم الكرمة 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 ومدام احنا الأخزان سبتين في الكرمة يا سوع بشهادة لكل الناس كن في النور للجموع الكرمة 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 يلا بعدي ماوية نتشارك المسئولية ننخلي رسالك الكرمة وصل كل البشرية الكرمة الكرمة ترجمة نانسي قنقر الكرمة الكرمة الكرمة